السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله انت سعاد الاقنعة الطبيعية على الوجه الانسان تتعرض للشمس وربما عنده حساسية في وجهه واخصمه احتاج الاقنعة الطبيعية الرأي المشهور عند فقائد اسلام انها لا تفتر لان ليس الطعام ولا شرام هي لا تدخل الى المائدة ليس لها منفذ اللي يدخل مع منفذ واللي في كلام المنفذ هو التم والانف والادن والعين والقبول والضبر والعرق اما الزيو الطبيعي على الوجه فهذه غير مفترة على القول الراجح والصواب وانتا لا يستعملها الا عند الضرورة لكن ما عنده ضرورة في رمضان لا يستعملهاش لكن الان كان عنده ضرورة عنده حساسية في خلوة الشارع وعنده الشمس اتأدى فيستعملها ولا حرج عليه لانه في مقام الحاجة او الضرورة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة